لنبدي حبنا لأهلنا كل واحد مننا يحب أهله يحب زوجته يحب أبنائي يحب بناته ولكن الإبداء مطلوب لذلك عندنا في الرواية عن الإمام الصادق عليه السلام قول الرجل لزوجته إني أحبك لا يذهب من قلبها أبدا إذا تقول إلى زوجتك إلى زوجتك أنا أحبك أنت أعطيت طعم إلى حياتي أنت لونت حياتي بألوان بهيجة أنت أسعدتيني غمرتيني بما أحتاج إليه طيب هذا أمر يبقى في نفسها وتتغلب به على المصاعب هذا غذاء أكبر من الفلوس وأكبر من البيت الكبير وأهم من الأثاث الفخم هذا أهم وأكبر طيب لا ينبغي أن يقصر الإنسان في هذه الجهة تغزل في أهلك تعشق في زوجتك أبدي حبك هذا مطلوب من عندك هذا مستحاب مستحاب شرعا وأيضا يحافظ على البناء الزوجي ويخلي هذه العواطف عواطف متقدة ومتحركة طيب قسم من الناس يقول يعني أنا ليش عجل أروح من الصبح العمل من الساعة ست داق سلف رايح لو ما أحبهم كانت ما يخالف تسوي هذا جزاك الله خير لكن قول هذا الحجي أصنع هذا الكلام أحيان كثيرة الآن لو أحد أراد أن يصلي يقول أنا أعتقد الله أكبر أعتقد أعتقد في قلبي أن الله أكبر لا قول قل تلفظ الله أكبر حتى يترتب الأثر طيب في بعض الأماكن يكفي النية ولكن يستحب لك أن تقول كما هو في نيات الحج مثلا بلغكم الله وإيانا يكفي أن واحد يجي هو هالشكل ساكت بس في ذهنه أنه يطوف بس يستحب له أن يقول أطوف بالبيت سبعة أشوار هذا مستحب في الحياة الزوجية مستحب مؤكد أن تقول لزوجتك أنا أحبك أرتاح إلك يعجبني فيك فلان كذا فلان موضوع إلى غير ذلك إذا استمتعت قل لها أمتعتيني إذا ارتحت قل لها أرحتيني إذا طبخت شيئا جيدا قل لها عاشت إيدك خوش شغل ممتاز كذا وفي الطرف المقابل أيضا نفس الشيء المرأة هم لازم تعطي الرجل حق